نصف مليون سمك من نوع الكارب تعيش في بحيرة سد خاصة شاي التي تبعد 12 كيلو متر عن مركز مدينة كاركوك أطلقتها دائرة زراعة بالتعاون مع إدارة السد بهدف تنمية الثروة السمكية في المحافظة طبعا هذه الخطوة إلى أهمية كبيرة من ناحية الحفاظ على هذه الثروة السمكية بالإضافة إلى مستقبلا سيتم تعويض الأسواق المحلية من هذه الثروة مساع حكومية لتهيئة بيئة متلى لتربية الأسماك دون استنزاف الحصص المائية للمشاريع الإروائية كما حصل من تجاوزات أحواظ الأسماك التي تستمر وزارة الموارد المائية بإزالتها 500 ألف من الأصبعيات السمكية تم إطلاقها إلى بحيرة سد خاصة شاي وتعتبر هذه التجربة أو هذه الطريقة الطريقة المثلة لتربية الأسماك وتنمية هذه الثروة مع استمرار إطلاق الأصبعيات السمكية في سد خاصة شاي فإن المستقبل القريب سيشهد انتعاش سوق بيع السمك وهو ما سيجعل الأسعار أكثر انخفاضا من الوقت الحالي من كركوك محمد صغير العراقية الإخبارية